نورية شريفية فعلا يعني زي ما بقول اه طبعا جدا تالي انا وكل اللي بيتفرجوا على دراما او اعمال فنية مفيش حد مش بيحب استاذ نور الشريف مفيش بيت مصري مفيهوش حد شبه نور الشريف فهو ملامحه مننا واحنا ملامحنا فيه صحيح فاحنا بنحبه جدا كلنا مش انا بس وهو صاحب مسيرة فنية طويلة وصلت لحد 243 عمل فني وعدد افلامه مش محددة فيه ناس تكتب 180 184 فيلم او 172 فيلم فمسيرة طويلة جدا فمهما كنت محب انت مش هتلاحق تشوف كل اعماله رغم الحب الشديد يعني لي لان انا لسه النهاردة الصبح بعيد اكتشاف حاجات مسلها وعملها نور الشريف فهو يعني سايبنا من 9 سنين لكن هو معنا واعماله بتتنفس جوه الشاشات بتاعتنا فلحد النهاردة الصبح انا بتفرج على اعماله وكأني بشوفها الاول مرة ناكنا تنزل النهر الواحد مرتين طيب انا في جيل السبعينيات جيل صبايا يعني كان دايما فيه كما العادة اهلي ولا زمالك فاتر حمامة ولا سعاد حسني نجيم محفوظ ولا يوسف فدريس كان السؤال الدائم من نور الشريف ولا محمود ياسين فانتي هل جلكم هل لحق به هذا السؤال ولا كان الموضوع تحسن او هما كانوا كبروا ولا السؤال موجود لغاية دلوقتي وانتي لو كنتي ايام السؤال الشهير ده كنتي اجابت بايه نور الشريف اه 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 انا عارف ان انا بجرع حاج اعارف ان انا بجرع حضرتك بالاجابة دي نور الشريف بالنسبة لي قمة من القمم يعني ايه وانا اه من محبي برضو مقال حضرتك اللي كتبته بعد وفاة نور الشريف بايام وكان عنوانه اه لماذا لم اقل لنور الشريف اني احبه صحيح فاظن جي الوقت بقى ان احنا الاتنين حنوقع بنقول دلوقتي لا ده انا مفكر ده لماذا نحبه مفكر انا عمله كتاب بالعنوان ده ارغو لماذا لم اقل لنور الشريف اني احبه فانا عن نفسي اعتقد ان جيلي من يميل اكتر لنور الشريف لان ارتبطنا بمسلسلاته في التسعينات في الوقت اللي كان الاستاذ محمود ياسين مقل في الاعمال دي بس في السبعينات في السينما فكان طبعا السؤال ده بيضطرح واعتقد ان كان بيفوز بيه محمود ياسين بما فيها لو كانت سأل نور الشريف نفسه كان ممكن يجاوب محمود ياسين وانا شفت لهم لقاءات تلفزيونية بيبقى حد موجود والحد التاني على الشاشة او على التليفون ان هما بيقدروا ده جدا في بعضه بيحبوه جدا في بعضه وهو نفسه نور الشريف قال عن فيلم اين عقلي واداء قال له استاذ محمود ياسين ان هو كاد ان يقتلني يعني اتجنن من اداءه للشخصية واشتغلوا مع بعض طبعا كتير وما عملوا تحدي لطيف قوي في سونيا والمجنون محمود كان هو الجادار الاعلى وقد جايزة في مهرجان موسك نور الشريف كان الزابط المحقق فرد نور الشريف مع سق الاسرار وعشان يبقى هو فتلاقي وكأنه فيه مناغمة بينهم وكانوا بحبوا وعضة جدا فعلا عالعكس الشائع بين المنافسات النجوم فانا شايف ان هما مش اهلي وزمالك هما منتخب وهم على ايامي بقى حسام حسن وفيلكس منتخب خلينا اروح لنور الشريف واحنا بنتكلم هنا عن يعني تمثيله خلينا نتكلم في الاول عن تمثيله انت بتعتبري نور الشريف من اي مدرسة في التمثيل لانه برضو عندنا مدارس كده على طريقة زاكي رسو محمود الميليجي عندنا مدرسة على طريقة عدل امام في مدرسة على طريقة تنجيب الرحاني انت متصورة انه نور الشريف صاحب مدرسة من اي نوع او في اين صفوف مدارس يمكن انت تعتبر نور الشريف واحدة منها يعني انا حجاوب لحضرتك اجابته هو عن السؤال ده هو كان احسن واحد بيعرف ينظر في مهنة التمثيل بيعرف عارف حضرتك على غرار الاستاذ عمار الشريعي غواص في بحر النغم فانت كنت الوحيد اللي ممكن قعد اسمع له وغيري يعني بيسمعوله تنظيره في التمثيل ومش بس عن نفسه عن زميله وعن الاخرين ازاي بيمسك الشخصية ازاي هنات الشخصية ازاي بيتحكم فيها ازاي بينقلها من خارج من دور وداخل لدور تاني فهو احسن واحد يشرح نظريات التمثيل وده طبعا لخلفيته الاكاديمية بما انه كان الاول على دفعته في معتفنون مصرحية سنة سبعة وستين وانه هو كان بيقول عن نفسه انه كان عنده جرح يعني جرح ما كده انه هما بيقوله كانوا طول سنين المعهد بيقوله انه هو مش ممثل قوي فهو ترصب عنده الاحساس ده وكان احلامه لنفسه انه هو هيفضل اكاديمي وينزل في اجازات الصيف الاربع شهور يعمل مصرحيات في محافظات مصر يكتشف بيها المواهب ويعمل فيها المصرحيات اللي هو يخرجها بالطريقة اللي هو حبيبها من تعليمه الاكاديمي فايزا بي الحمد لله ان احلامه دي ما تحققتش واكتشفوا الاستاذ سعد اردش وغيره من النجوم الكبار وابتدى يمثل مصرحيات ومنها الى مسلسل القاهرة والناس والبداية بقى بداية نور الشريف